اهلا بكم في حلقة جديدة شكرا لدعمكم مستمر هتكلم النهاردة عن سناء جميل حد هيجي يقول لي سناء جميل ميتة من سنة 2002 انت ليه هتكلم عنها النهاردة خصوصا ان يمكن ما يكونش ناس كتير عارفين ان قصة حياتها ليها عبرة وعزة او من وجهة نظري ان ليها قصة وعبرة وعزة ان هي كانت عايزة تحقق حلمها وثابت علشان حلمها ده كل شيء وفضلت مركزة على حلمها انها تكون فنانة سناء جميل كمان من الممثلين اللي انا بحبهم يعني سناء تقنعك جدا في الزوجة التانية ان هي الزوجة الفلاحة المفترية تروح تشوفها مثلا في مسلسل عيون مع فؤاد المهندس هتلاقيها الدكتورة وتصدقها جدا تروح تسيب دول وتروح لفضة المعداوي دور تاجرة من التجار الشيشة في بقها هتصدقها برضو تسيب ده كله بقى وتروح على سواء الهالم مع احمد زاكي هتلاقيها السيدة الارستقراطية هتصدقها برضو اذا السناء جميل واحدة من الممثلات القليلين جدا اللي بتقنعك ان هي تلعب اي لون وتصدقها في اي مسلسل او في اي فئن سنة 1930 اتولدت سوريا يوسف عطلة شهيرة بسناء جميل في محافظة المينيا في سعيد مصر لوسرة مسيحية قررت اسرتها في وقت من الاوقات ان هم يسيبوا السعيد تماما ويروحوا يكملوا حياتهم في مصر لما وصلت سناء جميل لسن 9 سنين قرروا ان هم يدخلوها مدرسة داخلية مدرسة فرنسية اسمها المرد دياء فضت سناء جميل هناك لحد سنوي كان دايما عندها حلم ونفسها ان هي تحقق حلمها وتصبح نجمة مشهورة وفضلت تشتغل على نفسها ان هي تحاول تقدم في مكان ما تروح تشتغل في المكان الفلاني لحد ما قدمت في المعهد العالي للفنون المسرحية والحقيقة ان يقال وفقا لما اطلعت عليه ان سناء جميل لما عملت كده لم ترى اهلها ولا قلت لهم ان انا سيكون ممثلة هي راحت وقدمت مع نفسها والدنيا معها زي الفل لحد ما اخوها عرف ويقال ان هو ضربها ألم افقدها السمع لحد ما توفت كمان اهلها مريدوش ان هما يخلوها تمثل ورفضوا تماما رفضا قاطعا وهنا قرروا ان هما يطردوها من البيت قالوا لها خلاص صالما ان انت حتمثلك يبقى ما تعوديش في البيت ده احنا ما عندناش بنات تمثل طبعا زمان كان الوضع مختلف عن دلوقتي يعني سناء ما تنزلتش عن حلمها وراحت حكيت للفنان زكي طوليمات مدير المعهد العالي للفنون المسرحية وقتها قالت له ان الامر واحد اثنين ثلاثة وانا تم طردي من البيت علشان الحلم بتاعي زكي طوليمات كان من الناس اللي شايفين ان سناء جميل قد تصبح نجمة في يوم من الايام وممثلة موهوبة وكان مؤمن بفنها فعشان كده قرر ان هو يساعدها بان هو يحاول يشغلها يعني مقابل اجرف فريق من الفرق اللي هو كان مكونها وقتها وكمان ان هو يوفر لها سكن في سكن الطالبات وقتها كمان يقال عن سناء جميل ان هي اشتغلت في وقت من الاوقات زي تارزي حريمي ان هي بتفصل شوية حاجات او في مصلع ملابس حريمي علشان تقدر ان هي تعيش في وقت من الاوقات كانوا بيعملوا فيلم اسمه بداية ونهاية وبالمناسبة فيلم بداية ونهاية ده من الافلام يعني من اهم مئة فيلم في السلمة المصرية كانوا بيعملوا الفيلم ده وقتها وراحوا يقولوا للفنانة فات الحمامة في دور اسمه نفيسة في الفيلم بنت مكسورة ضعيفة يعني الحاجات اللي طول عمر فات الحمامة بتطلع فيها تعالي اشتغل ايه الدور ده ولكن فاتن قالت لهم لا انا مش هشتغل الدور ده يمكن بسبب ارتبطات او الدور ما كانش عاجبها فساعتها صناع الفيلم قرروا ان هما يسندوا الدور للوجه الجديد سناء جميل وبالمناسبة اسم سناء جميل كان الفنان زكي طوليمات هو اللي اختار لها الاسم ده عملت فيلم نفيسة عملت فيلم بداية ونهاية بدور نفيسة والحقيقة ان هي حققت نجاح كبير جدا والناس والنقاد اشادوا بالبنت اللي بتمثل ده فرحة كبيرة كانت عند سناء جميل بالدور ده وتوالت بعد كده الاعمال واصبحت سناء جميل برغم ان هي ملعبتش دور بطولة خالص الا انها كانت دايما مهمة جدا وعنصر مهم جدا وكانت يمكن بتتفوق في بعض الافلام على الابطال بتوع الفيلم نفسه نيجي بقى المحطة تانية في حياة سناء جميل والمحطة دي مهمة جدا لان انا وانا بطلع على السيرة الذاتية بتاعتها لقيت ان معظم المواقع كتب عن الجزء ده تعديدا وفرداله عدد كبير جدا او من المواضيع ومركزين مع الموضوع ده اوي وانا مش هتعمق فيه في الفيديو ده علشان هو هياخد وقت طويل يعني ولكن عن حب سناء جميل الاول والاخير لويس جيرجس في وقت من الابطال كده كان في صحفية سودانية موجودة في مصر بتتدرب في مجلة روزل يوسف وهي خلصت خلص التدريب بتاعها فقرروا ان هم يعملوا لها حافلة ساعتها الاستاذ لويس جيرجس قرر ان هو يعمل لها الحافلة دي في بيتو يضعيف بعض الفنانين او الاعلاميين علشان يودعوا السيدة الصحفية السودانية علشان هتروح بقى ترجع السودان يعني في الحافلة دي كان فيه سناء جميل من ضمن المدعوين وكان لويس جيرجس وقتها فاكرها ان هي مسلمة برغم ان هي يعني موجودة مسيحية من الاول وفضلة مسيحية لحد ما توفت يعني ولكن هو اعتقد ان هي مسلمة لانه طول ما كان عارفها وبعد كده تعرف عليها يعني اول مرة شافها في الحافلة بتاع التوديع الصحفية السودانية الا ان العلاقات ما بينهم ما انتقطعتش يعني فضلوا يتقابلوا من وقت للتاني وغالبا فضلت الفترة التعارف ما بينهم حوالي اربع سنين لويس جيرجس حبها جدا ووفقا لما اطلعت عليه كان شاهفها ان هي مسلمة علشان كانت دايما بتقول والنبي والله العظيم وانتو عارفين طبعا ان الافوال مسيحيين ما عندهمش كلمة والنبي والله العظيم فهو كان فاكر ان هي مسلمة وقعد فترة طويلة بيفكر ان هو يغير دينه علشان يتجوزها هذا وفقا لما اطلعت عليه بعض التقارير تقدر ان انتو ترجعوا وتتأكدوا من المعلومة في يوم من الايام عارف بقى ان هي مسيحية زيه فقرر ان هو يجوزها فورا ومن المواقف الطريفة في حياة سناء جميل مع جوزها لويس جيرجس ان هما لما راحوا علشان يكتبوا او يعني يجوزوا خلاص القصة رفض ان هما يجوزوا من غير ناس وشهود ولا اي حد هو واخدها ودخلين يلا عايزين نتجوز ساعتها راح لويس جيرجس على رازاليوسف المجلة اللي هو شغال فيها واجر حوالي ثلاثة اربع مقرباصات او منيباصات وجاب كل الناس اللي موجودين في رازاليوسف علشان يحضروا الجواز بتاعهم وقتها من الحاجات اللي اطلعت عليها في السيرة الذاتية بتاع السناء جميل انها كان نفسها ان هي تمثل مع الفنان احمد زاكي ويكون لها فيلم او اتنين معاه وفعلا مسكت سماعة التليفون وقالت له يا احمد انا نفس الناس امثل معاك قبل ما موت وساعتها قال لها انا تحت امرك وبعت لها اتنين سيناريو ساعتها سواء الهانم وادحك الصورة تطلع حلوة وبالفعل كانوا دول اخر فيلمين عملتهم سناء جميل في السلماء في 22 ديسمبر 2002 اتوفت سناء جميل نتيجة سرطان الرئة ومن المفارقات برضو بعد موت سناء ان لويس جرجس قرر ان هو مش هيدفنها لوحدها كده من غير اهلاء لان انتوا عارفين في بداية القصة اللي انا بحكيها لكم النهاردة ان سناء جميل اهلاء رفضوا ان هي تشتغل في الفن وفضة القطيعة لحد ما ماتت ما يعرفوش عن حاجة وجوزها ما يعرفش عن اهلاء حاجة فقرر ان هو يبقيها ثلاثة ايام يعني ما يدفنهاش وهيعمل اعلام في الجرايد يقول ان سناء جميل توفت ونزل نعي الحقيقة ان النعي ده لما تقرهوه يعني ممكن ده اللي الهب قصة الحب ما بين سناء جميل ولويس جرجس نزل نعي جبير جدا في جرايد كثير على امل ان حد من اهلها يشوف النعي ده فيي يدفنها معاه الا ان محدش استجاب من اهلها وتام من دفنها بعد ثلاثة ايام من وفاتها ومن الحاجات برضو اللي قررتها ان جوزها لويس جرجس فضل يحتفل بعيد ميلادها بعد وفاتها بكتير جدا لحد ما توفى في الايام اللي فاتت او في الفترة القليلة اللي فاتت حلقة النهاردة خلاص خلصت اشوفكو بكرا على كير في حلقة جديدة تصبح على كير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة